لا تنسى اشترك الآن ممكن تقدمنا منطقة الأوراس كمنطقة مقاومة منذ فجر التاريخ إلى الثورة التحريرية وما بعدها والله يا أستاذ سليمان والشعب الجزاري والمشاهدين كل الحقيقة تعلق الأوراس هو موضوع مهم وبالغ الأهمية وواسع ومتسع لا يمكن أن تحتويه حصة ولا حصص ولكن من حيث المفهوم البرنامج ووجوب تركيز نقول أن جغرافية الأوراسيين هناك الأوراس المتسع الجغرافي اللي يبدأ من تونس إلى غاية تبسس وقهراس ثم امتدادا إلى جالمة ودزناتي وجنوب قسنتين الخروب إلى غاية شلوهم العيد ويمتدوا الخط إلى سيتيف ثم يمتدوا جنوبا عبر باريكا ودسلسو إلى بسكرا ليحتوي منطقة الزاب الشرقي مورور بين جرين إلى غاية تونس هذه المنطقة الجغرافية المتسعة للأوراس فيها أوراسين يعني هذا أوراس الجغرافي لا لا هذا ما زال الأوراس الجغرافي حسب جغرافي ديبوا الأوراس الجبلي هو امتداد 150 كم في 90 كم مما يجعل ما يسمى بالكتلة الجبلية الأوراسية وكان الاستعمار أراد أن يفصل بين باللزمة لوضعها في تباعية ستيف ووضع الأوراس الجبلي منطقة الرجل بالخصوص كمركزية أوراسية مقاومة منذ القرون الغابرة حتى يتمكن منها إقامة وسياجا وكسرا وتكسرا وتحطيما لذا هذه المنطقات يمتد من خنشلا عبر قايس بول فريس إلى غاية تيمغاد ثم لونباز بسكرا لنبريدي ثم إلى انتوتا لغانترا وينسب الخط إلى بسكرا ليحتوي الخط الصحراوي بين سيد العقبة إلى نقرين من جديد ليصعد على الشار محتويين هذه الكتلة الجبالية الأوراسيين كجغرافيا الأوراس ثقاثي الأوراس ثقاثي يمتد على لغتين لغة زناتا وهي لغة الأوراس الغربي يمتد من خنشلا إلى أم البواقي إلى غاية قسنطينا إلى كامل الغرب الأوراس إلى غاية ستيف ومدينة ستيف مي شوية مي كابيل أموتي شوية أموتي كابيل مدينة ستيفيس اسموها مي شوية مي كابيل هذه مدينة فيها كوتامة وصنهاجة وزناتا هي اللي يمكنها تكون عاصمة تحقيقت الشمال الإفريقي ككل وهذا ما اقترحه في برنامج شعوب شمال إفريقيا كفكر ثقافي احتوائي ربما سياسي اجتماعي أما قضية إذن الأوراس نكملوا اللغاتين هذه اللغة والثانية هذه اللغة إذنتية لغة مازيغة هي ما يسمى بلغة المامشا حاليا تمتد من القيروان داخل تونس إلى سفاقص لتحتوي جزء كبير من تونس الجزء الجنوبي والوسطي ومركزي ثم الجزء الشرقي للجزائر إلى غاية خنشلة وعين البيضة هذه المنطقة الشرقية للشرق الجزائري إلى غاية داخل تونس يسموها زناء مازيغة هذه لهجة مازيغة هذه لهجتين الكبرايين من 14 لهجة كبرا في شمال إفريقي يكونوا لهجة الشوية لواحدة من العظماء لهجات شمال إفريقي ويسنتي العصر راح ندير هنا استطراد قصير في مسألة اللغة وستاذ بالمناسبة راح نستغل ونستثمر وفرصة وجودك ما هو الفرق الآن بين هذه اللهجات التي هي الشوية ثم بقيت اللغات واللهجات الأخرى كما القبيلية المزابية والترقية يعني في اعتقادك في تصورك كمهتم بالتاريخ مهما هي الفروق الموجودة بين المزابية والترقية والشوية سأتي الفروق اللغوي وليس قبل الفروق اللغوي يجب أن نتناولى تاريخي من حيث المرجعية كتب جيباد يوبا الثاني وهو عالم الموسوع الروماني الذي لم نجد إليه طريقا ولا من يكون في منصبه ومشؤوليته وكفاءاته العلمية في سنة سبعة ميلادي إلى غاية ثلاثة عشرين ميلادي حينما كان علينا وحكم من ثلاثة عشر قبل الميلاد إلى أربعة عشرين بعد الميلاد كان عالم مسوعين ودرس 17 سنة في ميلاد وقلف في 17 بحر هذا يوبا الثاني ومن ضمنها هو أمازيغي هو يوبا الأمازيغي هو ابن يوبا الأول وهو أوراسي وتوفي أباه اللي هو يوبا الأول في معركة تبسوس ومنهم حدرت قبل تولا تيوب في الأوراس وأصل أوراسي من قبل تولا تيوب انتقل وناقل شعباه منتقتان هذه أولا تيوب تأسيد مسوعين وناقل من حمر خده جميع قبائله إلى وثبت أركيولوجيا اللي يوزع لهم الفلاحة والأراضي في تيبازا وما زالت مكتوب هذا القبائل وموجود هذا السند الفلاحي لاستصلاحي لقبل هذا النقطار حين الحقيقة اللغوية حينما ذهب إلى جزر الكناري وألف على حقيقة الأمازيغي في الكناري وقال بالكلمة بالتعبيرية لا أقول باللفظ الواحد ولكن تقريب بهذا المعنى أن جميع لهجات شمال إثريقي وأكلاته وعاداته وتقاليده ولباسه وأوانيه وعماراته ما هي إلا أشكاله المتنوعة ذات أصل واحد أمازيغي هذا في القرن الأول الميلادي وجاء القرن الرابع بنهاية الرابع عند سانتوغستان وألف سانتوغستان كما ألف في المنطق لكونفيسيون 150 ليفر كذا ألف حتى في الجانب هذه لازم يعرف الجزائريين أن أول من كتب في الفيزياء هو هذا سانتوغستان واليوم رأي في أمريكا الدراسات قيمة 500 موضوع خمسية تامت توضع على سانتوغستان سانويا في أوروبا وأمريكا ونحن مازلنا نشبه فيها لهذا نطلبه البحث في العمر هذا الإنسان كذلك بحث في الأمازيغية وقال العادات والتقاليد والأكولات مشتركة كلها مشتركة ذات أصل أمازيغي واحد هذا من جلب التاريخ نرجع للجانب الحقيقي الحالي اللغة لا تختلف إلا في بعض المفاهيم التفصيلية اللي هي النحو الصرف حينما نقول نتش كتش هذه اللغة نتش جات من اللهجة الأمازيغية اللولة اللي هي زناتية وزناتية هذه الأولى تمتده إلى لغة آشا فاشلويث فيها ثاشلويث فاشويث فاشلوحيث كل اللي فيها شاء هي أصلها من العطل السحراوي واللي آكا انتداد العطل السطلي هي آكا بيب لهجة أخرى من هالقبائل المتبقات بينما الشنوى هي بقية من لهجة أوراسية ايوان اذن عندنا لهجة الثالثة اللي هي طماشاك طمهاك اللي انحضرت منها سبع لهجة ترقية حاليا مختلطة مع اللغة السحلية اللي والله إفريقية اوه اعم لا ما زالت تحتوي المفهوم الأمازيغية عبر قصة دول وهذه اللهجة الأمازيغية السبعة في لغة طمهاك طيب بيس لهجة كبرى تمتد إلى لغة العصل ايشا كنقول له احنا نتش شك نتش شك يقول له نتش يقول له مباشرة عاد مينيستري يعني عينما نخاطب ونقول له شك اشع نتش يقول له شين هذا ينتقلي له شك اشوثغة اشرزغة اشنغة في القبيلية نك يقول له اكوثغة اكنغغة اكرزغة هذي اللي اندي راقل كيفيلا ديشتنكشو انطلو شاوينو كبير هذا المسالة قواعد قواعد مصطفى مهار لا تنسى اشترك الان اشترك الان